برحب بي ساتلوه ممدوح عبدالقادر مدير إدارة الحماية المدرية السابق ساتلوه ممدوح أهلا وسهلا بحضرتك يا فن أهلا بسهلا بسهلا إلى أي مدى احنا محتاجين نراجع ده سواء على مستوى البيوت على المستوى الفردي كل واحد في بيته مسؤول في بيته أو على المستوى الجمعي يعني الأماكن التجمعات سواء بقى كانت أي نشاط بتقدي تعليمي طرفيهي خدمي عبادي أي شيء يعني طيب احنا بالنسبة للمنازل احنا عندنا ايه الخطر الموجود عندنا في المنازل في المنازل عندنا حاجتين الغاز وعندنا الكهرباء الخطر الأكبر بيبقى في الكهرباء بيجب بينشأ منين الخطر دوت ان احنا ببنرعيش سلامة التوصيلات الكهربائية داخل الشقة او بنستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات سواء كانت السلوك الفيش يعني الحاجات اللي هي الكهربائية منستخدمش حاجات احمال السلوك يعني السلك مش مطابقة سلك ما يتحملش مظبوط ما يتحملش تمام فاني وخاصة في عندنا في بيوتنا فيه اجهزة بتستهلك كهرباء كتيرة جدا زي المكوى مثلا حذلك يعني الناس ما تتخيلش ان المكوى بتسحب كهرباء كبيرة جدا فمش مع اي فيش اممكن نشغل المكوى الغلاية اي تسخين عن طريق كهرباء ما احنا هنقول اي تسخين عن طريق كهرباء دي بتستهل الكهرباء شديدة جدا فلازم يكون السلوك اللي موجودة تتحمل هذا الحمل الكهربائي ان احنا ما نسترخص لا نجيب حاجات مطابقة للمواصفات اتنين حقيقة اشارت ليها فندم خطر كبير جدا اسمه المشترك ده الطامة الكبرى في كل بيت صح المشترك فيه مشتركات بتتباع على الارصفة وبتتباع فاماكن عشوائية مشترك كده بيبقى شكله حلو بينور وتمن ورخيص فالمواطن بيسترخص انه يجيب مشترك ويحط عليه بقى اجهزة بقى حدس ولا حرك ساعدنا حط التلاجة على الغسالة شاحن مبايد كذا حاجة اه غسالة على كلها وادين واديني شغال اه الاكثر خطورة ايه بقى انه بهم حاطة المشترك ده على الارض الارض دي ممكن فيه سجادة اه حاطة يعني المشترك ده ما يتحطش على الارض اللي انا بتكلم عن اللي هي مش مطابقة للمواصفات انا ما تحطش على الارض ما احنا ما انا ما اقول لحطر حطه على الغر ما انا اقول لحطه على الغر ما انا اقول لحطش حاجة والله ساعات الواحد انا بغانو خارك يعني بصراحة وده بيحصل في بيوتنا جميعا مش هندع المسالية انا عن نفسي ساعات اتزني مثلا في مشترك مش شغال فانزل اجيب مشترك من عند اول كهربائي قابلني يقول لي ده 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 كويس انا اللي اعرف مواصفات ولا غير مواصفات باخد المشترك وارح اشغال بس انا بكلم حالك وملايين من الناس زي يعني طيب طيب انا بقول لحيك قد تشتري بقى المشترك نشتري من شركة معتمدة شركة يعني يكون لها اسم تجاري لها سجل تجاري من مصدر معلوم طيب انا هافطرد مع ساتك ان انا اضطرت لاي ظروف ان انا استخدم مشترك وانا شاكك فيه مش لازم اخلي اكلها تلامس مع السجاد او مع المكد حاجة يبحت البلاطة صغيرة سراميكة واحط عليه المشترك بحيث ما حصلش تلامس ما بين المشترك وما بين الارضية ما بين المكد او السجاد مابين الحطة والطرابيزة المابين الحطة والتالاجة مابين الحطة والغسالة مابين الحطة والتيليفزيون ده فى ناس يا فاندم فى ناس بتذنقوا بالكنبة ماذا يا هذا عندي كده وعنده كنبة ورس طارة خض المشارك ورس طارة عشان ما يبانش ورس طارة دي 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 حاجة اه برضو يقولك عشان ما يبانش ممكن يطلع من الشارس ممكن يحصل افلة يحصل بداية حريق تؤدي الى حريق كبير فاحنا نراعي في بيوتنا عملية التوصلات الكهربائية التكيفات نقولها بصرعة شديدة جدا ان احنا اجراء الصيانة اللازمة ولو حتى مرة كل 6 شهور يعني او مرة في السنة بس نقني يعني نوالي عملية اجراء الصيانة لاجلس التكيف واللي يقوم بهذا العمل يا فندم مش انجيب صنايع كده ونقول له ده فنة الكهربائي كده وبيفهم في كل حاجة لا برضو لازم نلجأ الى فني متخصص في اعمال التكيف ده بالنسبة للكهرباء ده بالنسبة للكهرباء في المنازل اشتركوا في القناة نعم اشتركوا في القناة